الحمد لله رب العالمين الحمد لله له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين ثم أما بعد أيها الأحبة السلام عليكم ورحمة الله الإخلاص هو بلسم قبول الأعمال العمل الصالح المتقبل عند الله عز وجل لا بد فيه من شرطين أساسيين أما الشرط الأول فأن يكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما الشرط الثاني فأن يكون خالصا لله سبحانه عز وجل جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له يا رسول الله إني أحب أن أقاتل في سبيل الله ولكن أحب أن يرى عملي وأن يرى أثري فسكت النبي عليه الصلاة والسلام حتى نزل قوله سبحانه عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا الله عز وجل أمرنا بالإخلاص له والصدق معه سبحانه عز وجل قال تعالى وَمَا أُمِرُ إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وجاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بنيت وإنما لكل مريء ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو مرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه فصدق النية والإخلاص لله سبحانه عز وجل أمر مطلوب أيها الأفاضل في أعمالنا والمخلص هو الذي يبتغي بوجهه عمل وجه الله سبحانه عز وجل المخلص هو من يبتغي بعمله وجه ربه سبحانه عز وجل أن يكون القصد من عمله مرضات ربه تبارك وتعالى لذلك رأينا أن النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الرياء ويحذر من أن يعمل الإنسان العمل يشرك فيه غير ربه سبحانه عز وجل في حديث مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه في أول من يدخل إلى النار ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة من الناس أعمالهم جليلة وخطيرة أما الأول فخرج إلى المعركة وقاتل في المعركة حتى قتل وأما الثاني فكان ينفق المال في أوجه الخير وأما الثالث فرجل تعلم العلم وقرأ القرآن لكن هؤلاء الثلاثة أيها الأحبة كان الواحد منهم يقدم على عمله وهو يريد مدح الناس وذكر الناس وثناء الناس فكان هؤلاء هم أول من تصعر بهم النار يوم القيامة يقال للأول ويناد على رؤوس الأشهاد ذلك الذي خرج إلى المعركة وقتل في المعركة فيقال له ماذا عملت فيقال قاتلت في سبيل الله حتى قتلت فيقال له كذبت إنما قاتلت ليقال فلان مقدام وشجاع وقد قيل ويؤمر به فيسحب على وجهه إلى نار جهنم والعياذ بالله ويقال للثاني الذي كان ينفق المال ماذا فعلت فيما رزقك الله فيما أعطاك الله من المال يقول كنت أنفقه في سبيل الله فيقال له كذبت إنما فعلت ذلك ليقال فلان جواد وكريم وقد قيل وكذلك للثالث فهذه الأعمال أيها الإخوة كان ينقصها الإخلاص لله سبحانه عز وجل والحج هو فرصة أيها الإخوة لتصحيح النية مع الله سبحانه عز وجل الله تبارك وتعالى قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وقال سبحانه عز وجل وأتم الحج والعمرة لله فالحج ينفق ماله في سبيل الله ويذهب ويفارق أهله ووطنه في سبيل الله ويقوم بتلك المناسك كلها في سبيل الله لذلك مصيتي لنفسي ولإخواني من حجاج بيت الله الحرام أن يصدق الواحد منا مع ربه سبحانه عز وجل وأن يخلص النية لله تبارك وتعالى وأن يجعل نصب عينيه مرضات ربه سبحانه عز وجل وفقني الله وإياكم لما فيه الخير والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته